رحلة بين الأرض والبحر وبين البحر والسماء هو ترحال مستمر يتوقف عنده زوار معرض يقظة ساحل للفنان سامي فتوح فنان يسافر بعشاق هذا الفن رفقة شخصياته التي أبدعها في لوحاته موضوع هذه الفترة أو هذا العرض يتعلق بكلمتين الذي يمكن أن نخرج إلى جوانب أخرى من ما أنه الشاطئ الضفة إلى ذلك الفنان فتوح يتعامل مع السواحل على أنها خطوط تفصل الأرض عن البحر في بعدها الرمزي وكل لوحة تسعى إلى أن تكون رحلة مغامرة طويلة للقاء الآخر والبحث عن النفس يجب أن يحضر الإنسان بالحب بالتعاون بالتضامن بالانفتاح بقبول الآخر وخاصة قبول الآخر سامي فتوح فنان عصامي بدأ مغامرته مع الفن التشكيلي منذ حوالي ثلاثين سنة له أيضاً ديوان شعري بعنوان وعد على جناح طائر فبالنسبة له يشترك الشعر والرسم في الجوهر نفسه ترجمة نانسي قنقر